أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانهم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحبظ العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صحصال كالفخار وخلق الجن من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما المؤلؤ والمردان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنكرر لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ماشا والدن والإنسين استضعكم أن تنفذوا من أكبر السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت وردة كالدنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمان فيأخذ بالنواصي واللقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكية زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائها من استبرق وجنى الجنتين ندان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يضمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياخوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فالجزاء والإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دوني ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لن يضمثون إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربكما للجلال والإكرام